وزير النفط جبار لعبي يرافقه ممثل شركة بريتش بروتونيوم البريطانية زارا حقول نفط كاركوك لبحث سبل زيادة الانتاج منها أبرى سيانتها لعبي كشف عن توقيع عقد من أجل مد خط انبوب جديد ناقل النفط من كاركوك إلى منطقة فيشغابور كما أشار إلى وجود اتفاقات مع إيران لتزويدها ب30 ألف برميل يوميا مقابل تزويد العراق بمشتقات نفطية هذا العقد كبداية مذكرة تقاهم بين وزارة النفط وشركة بي بي بهدف الدراسات الأولية لتقييم الحقل من الناحية المكمنية والناحية الجيوفيزيوية ممثل الشركة البريطانية أكد أنهم سيقومون بتطوير حقول نفط كاركوك كونها تعتبر من أهم الحقول وفق التصنيفات العالمية الموجودة نحن نعرف حقل كاركوك منذ عام 38 وقد وقعنا العقد مع شركة نفط الشمال في عام 2013 كاركوك من الحقول العملاقة حسب المعايير الدولية إدارة كاركوك طالبت شركة نفط الشمال والشركات العاملة معها بتقديم الخدمات إلى محافظة كاركوك كما طالب مواطنون بفتح فرص التوظيف أمامهم إضافة إلى منح كاركوك مستحقاتها من البترودولار نأمل من أساس وزارة النفط شركة نفط الشمال وأيضا بأن تكون لها بصمات خدمية في داخل المدينة فتاريخ شركة نفط الشمال تاريخ واضح في احتكاكها بالمواطن في تقديم الخدمات ومساعدة الإدارة يعني أتمنى أتمنى إذا هذا العقد يفيد أهالي كاركوك أتمنى تقلل من البطالة الموجودة تعين الشباب والله شركة نفط كاركوك مؤنة حقيقة مؤنة نعم بالآلاف أدنى شباب عاطين للعمل ماكو فرص عمل ماكو وكان وزير النفط قد أشار أيضا بالبدء بتوزيع الأراضي على العاملين في القطاع النفطي وتذين العقبات كافة أمام خدمة موظفي شركة نفط الشمال سوران داودي الحرة كاركوك